بسم الآب والابن الروح الكدس الإله لوحد أمين أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زبيحة التزبيح اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت أو بدأنا كلامنا عن ملابس الخدمة الخاصة بالكهنوت أو بالإكليروس وتكلمنا عن التونية اللي هي أول جزء من هذه الملابس تاني جزء هو الطيلسانة ودي بتشبه العمامة اللي كان بيلبسها رئيس الكهنة في الخدمة وقت العهد الأديم وبتشير لخوزة الخلاص اللي كلمنا عنها بولوس الرسول في تسالونيك الأولى خمسة والطيلسانة بتمثل تاج الكهنوت فبتتحط على الرأس زي التاج كده وبيتدل على الظهر لغيط قرب القدمين وبتكون مطرزة بالسلباء وعشان كده الطيلسانة هي الوباس خاص بالكهنة فقط القطعة الثالثة من هذه الملابس الصدرة وبالقبط معناها ما يعلق في العنق وهي فعلا الفتحة بتاعتها بتكون من فوق وتتلبس من الرأبة بيلبسها الأب البطريارك والأب الأسكف والأب الكاهن ودي زي اللي كان بيلبسها هارون قديما زي ما هو مذكور في خروج 28 وزي ما قلتلكم بتتلبس من العنق وتتدلى إلى الأمام فقط ودي إشارة إلى حمل نير المسيح وفي حالة الأب البطريارك والأب الأسكف بتكون الصدرة دي محلاة أو عليها صور التلاميذ أو الرسل الأسنى عشر والصدرة بنلبسها في أثناء خدمة الأداس وأيضا في كل الصلوات الليتورجية يعني المعمودية الإكليل رفع بخور عشية كل الصلوات الليتورجية دي لازم اللي هيصلي يلبس الصدرة على الملابس السودة قبل ما يبدأ الصدرة قطع رقم أربعة البورنوس والبورنوس عبارة عن رداء طويل واسع من غير أكمام مفتوح من فوق لتحت من قدام ومحلة بقى أو مطرس بألوان حلوة وتضريزات بهية وهو بيشير إلى عناية الله اللي بتحيط بالكاهن وتستره من كل جهة وكمان البورنوس بيفكرنا بالرداء الكرموزي اللي لبسه السيد المسيح في وقت المحاكمة القطعة رقم خمسة هي المنطقة أو كمان نسميها الحياصة ودي عبارة عن حزام عريض من الكتان أو الحرير بيتمنطق بيه رئيس الكهنة فوق الصدر كده وبيتقفل بقفل من قدام زي كده حزام البنطلون وكان يلبسها الحبر الأعظم عند تقديم الزبيحة في العهد الأديم زي ما ذكر لنا خروج أربعين والقديس يحنى الرائي شاف المسيح متمنطق بيه المنطقة دي منطقة من دهب زي ما وصفها على حقويه ودي إشارة إلى ضرورة التيكز الرعاة ونشاطهم في الخدمة حرفزين كلنا الآية اللي بتقول لتكن أحقاءكم ومنطقة زي ما جيه في لوقة 12 كمان المنطقة بتشير لقوة ربنا اللي بتعدد الكاهن في خدمة الأداس الإلهي قطعة رقم ستة هي التاج والتاج بيلبسه الأب البطريارك والأباء الأصقفة فيه قدسات الأعياد وفيه الاحتفالات الرسمية وهو على مثال المنظر السمائي اللي 24 قصيصا اللي شافهم يوحنى الرائي جالسين حول عرش الله وعلى رؤوسهم أكليل من دهب زي ما وصف لنا رؤية أربعة وفيه كمان إشارة إلى إكليل الشوك اللي وضع على رأس السيد المسيح كمان التاج في نفس الوقت بيدل على سلطان رئاسة الكهنوت المعطى من الله لهذا الشخص وبتتنقش عليه علشان كده صورة المسيح المسلوب علشان اللي يرتدي التاج يفتكر دايماً إن هو خاضع لرئاسة المسيح صحيح هو رئيس كهنة لكنه خاضع لرئاسة المسيح وتحت طاعته ونلاحظ إن التاج في طاقس كنيستنا بيخلع في وقت قرية الإنجيل خضوعاً وإجلالاً لربنا واحترام لكلمة ربنا في الإنجيل وده برضو زي اللي بيعملوا الـ 24 قصيص في سفر الرؤية شفناهم أو شافهم يوحنى وشرح لنا أو وضح لنا الموضوع إن هما بيسجدوا إلى الحي إلى أبد الآبدين فيطرحون أكلي لهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة بعد صلوات التأديس وحلول الروح الكدس في الأدس نقدر نقول إنه لا يجوز بحسب الطقس للأباء إن هما يمسكوا عصر رعاية أو الحية النحاسية أو يلبسوا التاج تلاحظوا كده إن الأب البطرك أو الأب الأسكف كل ما يجي يقف على المسبح يصلي الشماس يقف أصاده من ناحية تانية ويرفع الحية النحاسية والأب الأسكف أو الأب البطريارك لابس التاج نفضل كده لحد صلوات التقديس لغاية حيول الروح الكدس لغاية ما يكون المسيح حاضر بجسده ودمه على المسبح معانا خلاص بنشيل الحية النحاسية والأب الأسكف أو الأب البطريارك بيخلع كمان التاج احتراما لحضور المسيح على المسبح رقم سبعة البدرشيل وكلمة بدرشيل بليونينية معناها ما حول الكتفين وهو عبارة عن شريط طويل عادة من الحرير الأحمر المطرز وكان قديما يعني بيتعلق فيه جلاج الأجراس وهو خاص بالشمامسة البدرشيل قطعة خاصة بالشمامسة يلبسوا الأرش دياكن والدياكن متدل من على الكتف الأيصر لقدام والورا يبقى عامل زي جناحين كده جناح قدام وجناح وراء ده المظهر بتاع الأرش دياكن والدياكن في لبس البدرشيل أما الإبدياكن والأغنستس فيلبس البدرشيل زي حزام كده على الكتفين من قدام وده بيكون فيه إشارة لضبط النفس والتهيق للخدمة ويبقى عامل شكل صليب من وراء وده بيكون فيه معنى حمل صليب الخدمة اللي الشمامسة دول اتكرسوا على شنها ويبقى الرطبة الخامسة رطبة الإبسالتوس ده تقصيا ما يلبسي بدرشيل رقم تمانية في ملابس الكهنوت الأكمام ودي بتتلبس فوق أكمام التونية الوسعة علشان ما تعطلش الكاهن أثناء خدمته بتبقى محبوكة على الإيد يعني كده وكانوا يكتبوا على الكم اليمين يمين الرب رفعتني يمين الرب صنعت قوة مزمور 118 وكانوا يكتبوا على الكم الشمال يداك صنعتاني وجبلتاني أفهمني فأتعلم وصياك مزمور 119 والأكمام بترمز إلى أن السيد المسيح بيخدم بذاته وبإيده الخاصتين خدمة سر الإفخارستي فاليد اللي بتمنح السلام في الأداس واليد اللي بتبارك الكرابين هي إيد المسيح رئيس الكاهنة والكاهن في الحالة دي هو بمجرد يد المسيح اللي بيتمم بي الخدمة وفي المعنى ده نلاقي يحنى قديس يحنى زهبي الفم بيقول لنا لا تصدق أن الكاهن هو الذي يعطيك الأسرار الرهيبة بل آمن أن اليد الممدودة هي يد المسيح ويمكن دي حاجة تريح بعض الناس اللي بيتروحوا ويصلوا الأداس يلاقي أبونا يعني أنا مش ببلعه قوي أو سلوكه بالنسبالي أو تصرفاته بالنسبالي عليها علامة استفهام احضر الأداس وصلي وخش تناول وعندك إيمان أن المسيح شخصيا هو اللي بيناولك وما لكش بدعوا بابونا سيبه ربنا هو هيحسبه وربنا يرحمنا لأنه بيكون حسابه عسير قطعة رقم تسعة هي البلين ودي قطعة خاصة برئيس الكاهنة عبارة عن شريط طويل كده من الأماش الأبيض رئيس الكاهنة يغطي به راسه ويلف الطرفين بتاعه من تحت الباط للنحية التانية يعمل صليب من قدام ويعمل صليب من وراء وده بيرمز إلى نير المسيح اللي قال احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي خفيف كمان البلين بيشير إلى تحلي رئيس الكاهنة بالفضائل وعشان كده في طقس الكنيسة كان لما ييجي رئيس الكاهنة يلبس البلين الشمامسة يصلوا لحن الفضائل ويقولوا فيه كده يعني بيذكروا اتناشر فضيلة المفروض أن يكون بيتحل بيهم رئيس الكاهنة ويقول كده اثنى عشرة فضيلة التي للروح الكدس المكتوبة في الكتب المقدسة تحل على رأس أبينا فلان أو أبينا القديس رئيس الكاهنة أنبى فلان ويبدأ اللحن يذكر الاثناشر فضيلة دول المحبة، الرجاء، الإيمان، الطهارة، البتولية، السلام، الحكمة، البر، الوداعة، الصبر، طول الأناة، النسك القطعة الأخيرة في ملابس الكاهنوت ونقدر نقول أنها قطعة غير أساسية هي التليج والتليج بيتلبس جوه الهيكل تشبهن بالابن الشاطر اللي اللبسوه حزاء في رجليه والتليج بيشير إلى تجديد السيرة زي ما علمنا بولوس الرسول في أفاس الستة لابسينا درع البر حازينة أرجلكم باستعداد إنجيل السلام ممكن أصلي الأداس ونلابس تليج أو ممكن بدون تليج فهي قطعة غير أساسية لكن بصفة عامة دي العشر أجزاء أو عشر مكونات للملابس الكاهنوتية اللي يجب أن يكون الإغليروس بحسب رتابهم وبحسب درجاتهم يكونوا مرتديينها في وقت خدمة الأداس الإلهي كنوع من أنواع الاستعداد لهذه الخدمة لسه في استعدادات تانية ولسه في كلام تاني نتكلمه علشان نبدأ نصلي الأداس لكن خلونا نتكلم عنها بنعمة ربنا الحلقة الجاي أما إلى هنا فأعنانا الرب الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين موسيقى 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 موسيقى